السعب على الاشخاص انت عارف؟ في خلال ما انت ماشي هتلاقي ناس متحقد عليك هتلاقي ناس تغير منك هتلاقي ممكن تحقعك في مشاكل انا ما شفت يعني في حياتي يا ما شفت ناس توعدني بحاجات ويخش معايا كشركاء فيه شفت كتير وبعند تلاقي انسان يكون رائع بكل المقاييس وهنكلم فيها في الادراك وكون متدين ومحترم ويبكي لما يسمع حاجة عند الله سبحانه وتعالى وتتعامل معاه تلاقينا الصاب يبقى ايه المشكلة؟ يبقى ده ادراك سلبي هنتكلم عنها بعد كده ادراك السلبي انسان ممتاز فصبرك على الاشخاص صعبة لان شخص قدامك غريمك فانا ممكن عاوز تنتقل منه لكن هنا خد بالك بقى والقاظمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فكر في الحت دي شوية القاظمين الغيز لما تكون خلاص هتتجن امسك غيزك جواك عارف؟ لما يكون عندك بومبوت وتجاز بتاعت زمان وتحط جواها الغاز وتبدأ تحط فيه وتحط فيه حتى تنفجر فانت بتجزم غيزة الكاظمين الغيز عشانك يا رب والعافين عن الناس حتبص لقى الطاقة بدأت ترتاح مش كده بس والله يحب المحسنين شايف الروعة؟ عشان الله سبحانه وتعالى اجل روعة فتد التعمال يا رب انا بص لقى صبرك على الاشخاص لو حصل حاجة اسهل حاجة انك تسامحوا ودي مش سهلة مش سهلة انا عارف ولكن اسهل وارخص وافضل لك انك تسامح لانك لم تسامحش في مشكلتين بمجرد ما تفكر في الشخص بقى موجود في مخازن الزاكرة عنده ملف جوه عندك في مخازن الزاكرة موجود جواك فانت عاوز تغير العالم خارجه مش هتقدر لانه عايش جواك كل ما تفكر فيه يطلع من جواك يخلي احسيسك تشتعل دلوقتي السؤال في الوقت ده هنت اتحقق هدفك؟ في الوقت ده بتقرب من الله سبحانه وتعالى في الوقت ده بتنمو ايجابيا هتلاقي لا يبقى سامح احسن شايفت ازاي؟ اسهل ارخص فهنا مهمة جدا اول ما توصل لمرحلة تقول الصبر الصبر على الاشياء والصبر على الاشخاص وهنا تبص ليا نفسك وتصبر ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يجرى اجر من احسن عمله وبشر الصابرين وبشر هنا روعة ربنا حلاص بشارك فحنا عملنا دول سنة 1948 بعد علماء جيروجيا نزلهم على جنوب افريقيا وافريقيا والحيط دي كانوا بدوروا على ماس او بدوروا على احجار اللي هي احجار غريبة نزل معهم واحد اسمه يوكي وهو كتب كتاب الراجل ده اسمه The Power of Kaizen يعني قوة التحسن المستمر اليابنين عندهم كلمة Kaizen يعني التحسن المستمر ومهمة جدا انك تحسن نفسك كل يوم الراجل ده نزل مع الجروب ده وكان بيصحى كل يوم من الساعة 5 الصبح واشتغل كل يوم لغاية 9-8 بالليل ومش لقي حاجة وفي يوم جالوا أحباط وروح بدري لقى عيل زغير مع حجرة فقال لي الولد ايه اللي معاك دي ورد زغير مزيتش عن 8-9 سنين قال له ما عرفش قال له تدهالي قال له لا قال له طب حديلك فلوس قال له ما عرفش عني فلوس طب معاك ايه تاني تدهولي قال لي معايا شوكولاتة تاخدهم قال له ديني شوكولاتة والبنبوني راح مديله الشوكولاتة والبنبوني اللي معاه الراجل ده اللي هو اسمه يوكي أخد الحاجات دي أخد الحجرة دي راح عنده راح عنده في الفندق عارفين عمل ايه حللها 14 مرة كل مرة مش مصدق عن ايه اكتشف انها أكبر ماسة موجودة الماسة خامة لما تتشكل وتتوضب تتبع بملايين من الدولارات ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروة مش عارف قيمتها ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته وأهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فراحة لكن ماسك دي فبح عشان مش عارف قيمتها فبحها رخيصة زي معظم الناس ماشي في الشارع مش عارف قدراته اللي محدودة عشان كده بيبيع نفسه رخيص بيبيع نفسه رخيص ازاي للأفكار السلبية للإحباطات من الماضي للضياع في الحياة للشكوى لللوم للمقارنة للنقط عمري دواطع كلام الفارغ فمش عارف قدراته اللي محدودة القوة عارف القوة دي اللي انت تخيل روعتها القوة دي في خلال لحظات هكلمك عليها بالتفصيل عشان تعرف انت مين لأن هنا في المحطة دي في الحلقة دي عايزك توصل لليقظة يقظة يعني ايه انك تبدأ تفوق لنفسك انت مين بالزبط انت وجودك هنا ليه انت عايش ليه انت موجود في الدنيا ليه انت صح من النوم ليه انت بتعمل ايه تولي اليوم لما حد يجي لي حتى عايز مني استشارة في عياتي ولا في اي حتة انا بسأله سؤال بتقضي يومك ازاي من الصبح الغد ما بتنام بتعمل ايه بتعمل نفس الشي مبسوط من الروتين بتاعك يقولك لا حاجة لك اكتئاب لأنك عندك طاقة جبارة لازم تحطها في الفعل ولازم تكون مبتكر ويومك يكون في نشاطات بس اخر احصائية الطفل لغاية سنة 18 سنة يقعد قدام التليفزيون كم ساعة 60 ساعة دي احصائيات طابوك كبار من 12 ل 20 ساعة ما عنديش مانع اتفرج على تليفزيون بس بشرط تكون بتفرج علي انا بس شوفش حد تاني اتفقنا انوان انا اقولك بص على تليفزيون لكن اتفرج على حاجة بتحبها وبعدين اقفاله لعشان خاطر تدى استغل تاختك مش شفت حاجة مش انبسطت خلاص قوم بقى ولينا شطرتك بقى مش دول نار قاعد عمالت بس تتحرك الصبع الوحيد ده وبعدين تتخن ومعها باكيج وتعود تاكل وتلاقي نفسك تعبان نفسيا ما بتعملش حاجة فلازم تتحرك انت كمان عاش كده اعرف قدراتك الليها محدودة وتعرف ربنا سبحانه وتعالى خلقك في احسن تقويم عاش كده ام لما نرجع تاني هنتكلم على القدرات الليها محدودة او هتروح كده ولا كده هتتكلم هتعرف قدراتك دلوقتي هتعرف معلومات مش هتليها في كتابه وحده لازم تقرأ كثير لازم تفتش فانا هجمع لك المعلومات جي كلها ولا قدرات الانسان عاملة ازاي فخليك معايا انا رجع تاني في خلال اللحظات الله سبحانه وتعالى قال لنا خلقنا الانسان في احسن تقويم مش خلقنا الانسان في تقويم في احسن تقويم تعالى نتكلم شوية على قدراتنا قدراتك وقدراتي وقدرات كل انسان موجود على الارض كلنا كلنا متساوين في حاجات معينة هتكلمك وثلاث حاجات هنتكلم عنهم بعد كده تعالى نبدأ كده من فوق لتحت المخ اللي هو لا يزيد عن اتنين كيلو ما زيش عن اتنين كيلو عارفين في كم خليقة عقلية حسب دكتور روزنبال ودكتور هيربيت سبينسر اللي هو من جامعة هارفرد كتب كتاب اسمه وتاني كتب كتاب اسمه يعني علم النفس في الطاقة والطاقة بعلم النفس والطاقة في الطب مخ الإنسان قالك في من 150 150 ل150 مليار خلية عقلية قالك لو تقعد تكتبهم واحد نين تلاتة اربعة 150 مليار محتاج خمس تالف سنة حتموت انت وأولادك وعلى ما توصل لغاية مية يكون اكتشاف لك 150 مليار تانيين قالك سرعة المخ أسرع سرعته أسرع من سرعة الضوء وانت بتفكر سرعتك أسرع من سرعة الضوء أنا الوقت خلصت كتاب يعني كتابي اللي أنا بكتبه الوقت إن شاء الله ينزل في أسوأ قريب اسمه قوة التفكير ما عندكش فكرة عن المعلومات اللي على المخ التفكير بيأثر على إيه بيأثر على زهنك والتفكير يأثر على جسمك والتفكير يأثر على حسيسك والتفكير أسرع من سرعة الضوء والتفكير مش محتاج لزمان ولا مكان مش محتاج التفكير ياخدك في أي مكان التخدير ياخدك في الماضي ده بس مجرد التفكير طب ومن اللي حط التفكير في مخك الفكرة من اللي حط الفكرة في مخك المفكر وانا تشوف الله عز وجل ان الله لا يغير ما بيقامن حتى غير ما بيانفسهم لان المفكر هو سبب في الفكرة والفكرة هي سبب في التفكير والتفكير هو سبب في التركيز والتركيز هو سبب في الحسيس والحسيس هي سبب في السلوك والسلوك هي سبب في النتائج والنتائج هي السبب في الواقع لانت فيه دلوقتي عاوز تغير الواقع ابدأ غير المفكر اللي هو حط الفكرة عاش كده الله عز وجل بحكمته ان الله لا يغير ما بيقاوم حتى يقوله ما بمفوس من انت جواك انت المفكر وانت سابق في الفكرة دلوقتي الموخ 150 مليار خليها عقلية اسلع مسرعة الدوق 186 ألف ميل في الثانية الواحدة وبالعلوم الحديثة اللي طالع على المين دول في واحدة اسمها Energy Psychology قال لك ثلاث مرات اسلع مسرعة الدوق خليها مرة واحدة بس عشان نروح لانا حد يقولك يا كل دول انت بس روح ولا على النور وانت رايح لازم تفكر اي حاجة تعملها لو تلك اسمك ايه وترد علي باسمك اللي انت تعرفه متأخر نص ثانية افكارك سريعة جدا فلما توقع تفكر في اكتئاب خلاص بيت انت والاكتئاب واحد هيبقى اسلع مسرعة الدوق وتخش جواه وتعتقد فيه لغاية ما تكتئب وتنال نفسك تعبان ويبقى جزء من حياتك او يمكن حياتك بحالها الموخ اسلع مسرعة الدوق ستة وتمانين الف ميل في سانية الوحدة العقل الباشري عنده القدرة ان يستوعب خصوصا العقل اللواعي اللي في بعض الناس تقولك ده مش موجود بالطب اسمه ريبتليان العقل ريبتلياني اللي هو العقل التلقائي عقل التلقائي مسؤول عن حاجات تتير عنده القدرة يخزن في مخازن الزاكرة وفي الطاقة في جسم الانسان اكتر من اتنين مليون معلومة في سانية الوحدة اشتركوا في القناة